بسم الله الرحمن الرحيم يقاضي الحاجة يقاضي الحاجة يقاضي الحاجة يقاضي الحاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين اللهم صلى على محمد وآل محمد قال التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل واحدة من المسائل المتعلقة بجعل الأحكام الظاهرية هو أن بعض العلماء ذهبوا إلى التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يشير إلى هذه المسألة وهو أنه هل أن الأحكام الظاهرية تؤدي إلى التصويب في بعض الأحيان أو في نمط خاص من تلك الأحكام الظاهرية أو لا يؤدي إلى ذلك قلنا أن البعض ذهب إلى أن هناك بعض الأحكام الظاهرية نمط خاص من الأحكام الظاهرية تؤدي إلى عملية التصويب فما هذه الأحكام الظاهرية أو كيف تؤدي إلى التصويب هذه الأحكام الظاهرية هي خصوص الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية أحيانا تؤدي إلى التصويب فكيف يحصل مثل هذا التصويب؟ من المعلوم ومما درسنا سابقا أن الأحكام الواقعية أحكام عامة تشمل العالم والجاهل بمعنى أن الحكم الواقعي يكون شاملا للجاهل حتى وإن كان يجهل بذلك الحكم الواقعي وأيضا اتضح أن الحكم الظاهري أو الأحكام الظاهرية وهي أحكام طريقية كما قلنا تأتي أو جعلت لتعيين الملاك الأهم في حالة اختلاط الأحكام الواقعية وكل منها كان يستدعي جعل أو وضع حكم ظاهري يحافظ على ملاكه فهي تأتي وتعين الملاك الواقعي الأهم بين تلك الأحكام الواقعية المختلطة على المكلف كما قلنا أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل يعني لا يحصل هناك أي منافات وليس بينها أي تضاد فيمكن أن يثبت الحكم الواقعي المجهول من نسبة إلى المكلف وأيضا يجعل عليه أو يجتمع معه الحكم الظاهري الذي يعين له الملاك الأهم في حالة الشك والاختلاط طبعا هذا يعني النتيجة التي نريد أن نحصل عليها من هذه المقدمات أن الحكم الظاهري عفوا الحكم الواقعي يشمل الجاهل أيضا وأن الحكم الظاهري يمكن أن يجتمع مع الواقعي بالنسبة إلى الجاهل ولا مشكلته في ذلك ولا تضاد في ذلك نريد أن ننتهي أن الأحكام الظاهرية لا تتصرف في الأحكام الواقعية أبدا لا تغير الملاك ولا تغير جعل تلك الأحكام وإنما قلنا أن الأحكام الظاهرية هي أحكام طريقية فقط إنما جعلت لا لأجل ملاك في نفسها وإنما جعلت لأجل نفس الملاك في الحكم الواقعي وأيضا جعلت لبيان الملاك الواقعي الأهم في حالة اختلاط الملاكات الواقعية حينما تشتبه الأحكام الواقعية على المكلف وهذا قد تقدم وهو واضح ولكن هناك من قال أن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية هذه الأصول تكون حاكمة على أدلة بعض الأحكام الواقعية مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى توسعة أو تؤدي إلى حالة توسعة في موضوع الحكم الواقعي طبعا نذكر بشكل مختصر بالحكومة حكومة دليل على دليل تقدم في الحلقة السابقة وفي المرحلة السابقة من الأصول أن هناك من الأدلة في باب التعارض خصوصا تعرضنا أو يتعرضون عادة إلى هذا البحث أن الأدلة هناك منها ما يسمى بالدليل الحاكم على دليل آخر الدليل الحاكم هو ذلك الدليل الذي يأتي ويتصرف في موضوع دليل آخر يكون ناظر إلى موضوع دليل آخر ويقوم بعملية التصرف بذلك الموضوع إما التصرف توسعة أنه يوسع موضوع ذلك الدليل أو أنه لا يضيق موضوع ذلك الدليل يعني إما أن يزيد مصاديق موضوع ذلك الدليل كما مثلا في قوله أن الطواف في البيت صلاة كما تقدم له هذا المثال الطواف في البيت صلاة فإن هذا الدليل نظر إلى أدلة الصلاة بجميعها من الوجوب ومن الشرائط ومن ما شابه ذلك كانت تلك الأدلة موضوعها هو الصلاة الصلاة التي هي عبارة عن الحركات المعروفة أو الأجزاء العشرة أو التسعة المعروفة لكن حينما جاء الدليل يقول الطواف في البيت صلاة لاحظ أضاف مصداق آخر يعني وسع موضوع الصلاة جعل موضوع الصلاة هو الصلاة التي يصليها الإنسان هذه التي هي عبارة عن هذه الأجزاء التسعة والعشرة وأضاف إليها مصداقا جديدا وهو الطواف في البيت فأصبحت جميع الأدلة التي موضوعها الصلاة مثل شرائط شرطية الطهارة على سبيل المثال أنه لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بطهور وهنا نلاحظ هذا الدليل الذي يدل على شرطية الطهارة في الصلاة موضوعه هو الصلاة والصلاة المعروف منها هو هذا الفعل الخاص الذي هو عبارة عن تسعة وعشرة أجزاء لكن دليل الطواف في البيت صلاة وسع هذا الموضوع وجعل معه مصداق آخر وهو مصداق الطواف في بيت الله الحرام فهنا أيضا نفهم من ذلك أن الطواف في البيت أيضا هو مشروط بشرطية الطهارة هذا الدليل الحاكم الطواف في البيت صلاة نسميه دليلا حاكما ولسانه لسان التوسع في موضوع الصلاة هناك بعض الطبعا التوسع الجعلية والاعتبارية يعني هذه التوسع ليست حقيقية يعني حينما المولى يقول أن الطواف في البيت صلاة هذا لا يعني أن الطواف صار صلاة حقيقية وإنما هذا إدعاء وجعل من قبل المولى يعني يريد أن يقول كأنه يريد أن يقول أن الأحكام المترتبة على الصلاة أيضا رتبها على الطواف هناك لسان حاكم لكنه يضيغ كما في الرواية لا ربا بين الوالد وولده نلاحظ أنه أيضا حاكم على أدلة حرمة الربا مثلا وهذا أعتقد أيضا واضح ومرة سابقا هنا لدينا بعض الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية في بحثنا هذا يعني بحث التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية قلنا أن المعني بهذا البحث هو الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة كأصالة الطهارة أصالة الطهارة تقول أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس يعني أنت ما دم تشاكا في طهارة شيء فإنه طاهر بالنسبة إليك هذا الدليل أو هذا الأصل حاكم على بعض أدلة الأحكام الواقعية من قبيل مثلا دليل شرطية الطهارة في لباس المصلي ثوب المصلي يعني نشترط من أو من شرائط الصلاة أن يكون ثوب المصلي طاهرا طيب هنا كما هو واضح حينما نأتي إلى هذا الدليل أنه يشترط أن يكون ثوب المصلي طاهرا من الواضح أنه يريد أن يقول أن الثوب المصلي لابد أن يكون طاهرا بالطهارة الواقعية فإذا مثلا يترتب على ذلك مثلا إذا أن المكلف كان شاكا في الطهارة فلا يصح له أن يصلي بذلك الثوب أو مثلا إذا صلى بثوب وبعد الصلاة اكتشف أن هذا الثوب كان نجسا مثلا فهنا يجب عليه إعادة الصلاة أما حينما يأتي أصل يقول لهي أصالة الطهارة يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس نلاحظ أن هذا الدليل دليل لسانه لسان توسعة بالنسبة إلى مشكوك الطهارة يعني لما كان الدليل شرطية طهارة الثوب في الصلاة موضوعه هو طهارة الثوب أن يكون الثوب طاهر هذا موضوعه يجب أن يكون أو يشترط أن يكون ثوب المصلي طاهرا في الصلاة فيأتي الدليل الأصل هنا ويقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس لاحظ أن هذا الدليل يقوم بعملية توسعة في موضوع الشرطية موضوع الشرطية هو طهارة الثوب يوسعه فيجعل مشكوك الطهارة أيضا ماذا هو طاهر ادعاء طبعا وجعلا واعتبارا من قبل المولى فيكون هذا اللسان لسان حكومة على ذلك الدليل فإذا مثلا المكلف صلى بثوب مشكوك الطهارة وبنى بناء على هذا الأصل بأنه طاهر هنا موضوع الشرطية يتوسع شرطية الطهارة أصبح يشمل الثوب الطاهر واقعا ويشمل أيضا الثوب المشكوك الطهارة الذي نعم شملته أصالة الطهارة فهنا إذا صلى المكلف بثوب مشكوك مثلا إذا كان لديه ثوب مشكوك الطهارة جاز له أن يصلي بهذا الثوب من دون أي إشكال لأنه بناء على أصالة الطهارة تجعل كأن الطهارة هي الحكم أو هي الموقف العملي في حالة الشك وليس كذلك الأمر بالنسبة إلى الأمارة يعني الأمارة إذا جاءت وأثبتت مفروض مثلا جاءنا خبر عادل أو شخص عادل وقال أن هذا الثوب طاهر هنا هذا خبر ثقة مثلا أو خبر عدل هذا الخبر يفيد الظن وجعل الحجية له لا يعني قلنا جعل الحجية لا يعني جعل الحكم المماثل يعني ليس المولى حينما جعل الحجية لخبر الثقة هنا في مورد هذه الشبهة الموضوعية لم يجعل الحكم المماثل يعني لم يجعل حكما مماثلا لمفاد هذا الخبر هذا الخبر مفاده أن هذا الثوب طاهر لم يجعل المولى حكما أو لم يحكم بكون الثوب طاهر وإنما في مورد الأمارة المولى جعل هذه الأمارة جعل لها مثلا الطريقية أو المنجزية والمعذرية يعني عينت الموقف العاملي إما بجعل المنجزية والمعذرية أو جعل مثلا الطريقية جعل الطريقية أن المولى جعلها طريقا تاما ولم نحصل بالنتيجة لم نحصل من الأمارة على أن الله سبحانه وتعالى حكم بطهارة الثوب هذا بخلاف الأصل العملي أنه كل شيء لك طاهر لاحظ هناك حكم بالطهارة حتى تعلم أنه نجس مشكوك الطهارة الحكم فيه المعين أو الموقف العاملي المعين من قبل المولى هو جعل الطهارة ولهذا يكون حاكم بخلاف نعم الأمارة حيث لا تكون حاكمة وليس مفادها الحكم الطهارة وإنما مفادها جعل الطريقية وبناء على هذا الكلام قالوا أن مثل هذه الموضوعات يعني مثل صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه فصل بين الأمارات والأصول التي تنقح الموضوع تنقح الموضوع فقال أن الأصول التي تنقح الموضوع أو الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية توسع دائرة موضوع الحكم الواقعي توسع دائرة موضوع الحكم الطاهري الواقع عفوا يعني كما أنه أنه الحكم الواقعي كان مثلا هو اشتراط الطهارة اشتراط الطهارة الواقعية في ثوب المصلي جاء الأصل هنا ووسع في الطهارة طهارة الثوب إلى سواء كان الثوب طاهرا أو كان مشكوك الطهارة يعني توسع هذا الموضوع ببركة أصالة الطهارة أما في الأمارات فليس الأمر كذلك طبعا السيد الشهيد هنا يقول أن هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية يعني على مستوى هذا البحث غير صحيح السيد الشهيد يقول هذا الكلام غير صحيح يأتي لكن أوكل البحث عنه إلى المستقبل طبعا من الأمور التي هي لنقول أنها جعلت السيد الشهيد يقول أن هذا الأمر غير صحيح هو أنه يشترط في الدليل الحاكم هناك في الحكومة أن يكون الدليل ناظر في شأنية النظر إلى الدليل المحكوم لا أي دليل يصلح للحكومة على أي دليل آخر بل أن الدليل الحاكم ناظر إلى موضوع الدليل المحكوم ويريد أن يوسعه الآن شرطية الطهارة بالنسبة إلى ثوب المصلي وأصالة الطهارة أصالة الطهارة ليس لها علاقة أو لم تكن ناظر إلى الطهارة في ثوب المصلي أو طهارة ثوب المصلي وإنما هذا حكم عام يجري في كل شيء غير ناظر إلى خصوص ذلك الدليل شرطية الطهارة ولهذا مثل هذا لا يكون حاكما لأنه يشترط عند السيد الشهيد رحمه الله يشترط أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى موضوع الدليل المحكوم ويريد أن يقوم بعملية توسعة ذلك الموضوع بينما مثلا مثل قوله لا ربا بين الوالد وولده واضح أن هذا ناظر بشكل واضح إلى موضوع الربا مثلا في دليل حرمة الربا حرم الله الربا أو أحل البيع وحرم الربا فهنا واضح أنه يريد أن يتصرف في ذلك الموضوع أنه ليس كل ربا محرم بل هناك عندنا فارد خارج هو ليس بربا وهو الربا الحاصل بين الوالد وولده أو مثلا دليل أن الطواف في البيت صلاة أيضا هو واضح ناظر إلى موضوعات أو نعم أحكام المتعلقة بالصلاة يريد أن يوسع موضوعها أما هنا بالنسبة إلى هذا الأصالة الطهرة فهي غير ناظر أصلا إلى دليل يعني دليل أصالة الطهرة غير ناظر ليس فيه ظهور النظر إلى موضوع شرطية الطهارة الثوء المسلي ويريد المولى أن يوسع في هذه الشرطية إنما كما قلنا هو حكم عام يجري في كل شبهة موضوعية قال التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل أتقدم هذا البحث واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافات بينها بل الجاهل يمكن أن يقع في حقه حكم واقعي يجهل به وحكم ظاهري فرض يعلم به نعم وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي أبدا أي نوع تصرف لا يغير الملاك ولا يغير الأثر العملي للحكم الواقعي ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية نعم تقوم بالتصرف فيها بمعنى أن الحكم الواقعي مثلا على سبيل المثال بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يعني طهارة ثوب المصلي يتسع موضوع هذا الحكم يتسع ببركة أصالة الطهارة فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة يعني يصبح الموضوع الحكم الشرطية يعني كما يكفي فيه الثوب الطاهر واقعا يكفي فيه أيضا الثوب المشكوك الطهارة الذي جرت فيه أصالة الطهارة طبعا لا بد أن تجري فيه أصالة الطهارة إذا كان المورد لا تجري فيه أصالة الطهارة فلا يكون يعني لا يكون موردا لذلك مثل ماذا مثل إذا كان الثوب هو طرف من أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة تعلمون أن أطراف العلم الإجمالي الأصل العملي الجاري فيها هو الاحتياط ولا تجري أصالة الطهارة في أطراف العلم الإجمالي فيبقى هناك الثوب يعني لم تجري فيه أصالة الطهارة ولذلك لا يشمله هذا الأمر ولهذا السيد الشيد يقول الذي جرت فيه فيشمل الثوب المشكوكة المشكوكة طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة أما إذا كان هناك ثوب مشكوك الطهارة لم تجري فيه أصالة الطهارة كما قلنا كما لو كان الثوب طرفا من أطراف العلم الإجمالي فهذا لا يشمله الأمر نعم فيشمل الثوب المشكوكة طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع حتى لو كان نجسا في الواقع وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أو الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا لأنه يعني الحكم الواقعي كأن الحكم الواقعي هو أراد طهارة الثوب المصلي فحينما جاء المكلف والتزم بالحكم الظاهري كأن هذا الحكم الظاهري جاء وصوب له الحكم بأنه صحت صلاته حتى في الثوب المشكوك الطهارة الذي كان واقعا نجس النوع من التصويب يكون في مثل هذه الحالة وهذا النحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا مع أن أفروض الثوب في واقعه كان نجسا ولا تجب إعادتها على القاعدة لأن الشرطية قد اتسع موضوعها موضوعها كان هو الطاهر الواقعي ببركة هذا الأصل صار الطاهر الواقعي ومشكوك الطهارة أيضا وتقريب ذلك أن دليل أصالت الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة قلنا الدليل الحاكم هو الدليل المتصرف في موضوع دليل آخر إما توسعة أو تضيقا لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وإيجاد فرد له فرد طبعا في الدليل الحاكم الفرد فرد ليس حقيقيا وإنما فردا اعتباريا يعني بالجعل المولوي يجعل له فرد فالشرط موجود إذن شرطية الطهارة وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل نعم لو كان مفادها جعل الحكم المماثل لأيضا نفس الشيجرة يعني أن المولا يحكم في مورد الأمارة بنفس ما جاءت به الأمارة فيحكم مثلا بالطهارة فيصبح أيضا هنا تصويد ولكن كما تقدم أن دليل حجية الأمارة ليس هو جعل الحكم المماثل وإن ذهب إليه بعض الأعلام بل جعل الطريقية والمنجزية يكون هذا طريقا مثلا أنه إما إتمام الكشف أو لا أنه منجز لمتعلقه فهو بلسانه بلسان يعني لسان دليل الحجية الأمارة لا يوسع موضوع دليل الشرطية لأن موضوع دليلها دليل شرطية الطهارة هو الثوب الطاهر وهو لا يقول هذا طاهر لا يقول هذا الطوب الثوب عفوا الثوب المشكوك الطهارة طاهر وإنما يقول هذا الثوب محرز الطهارة هذا الثوب طهارة منكشفة لكم بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة فلا يكونوا حاكما قلنا أن لسان الدليل الحاكم هو لسان النظر إلى موضوع الدليل المحكم وتوسعت هذا الدليل يعني يجعل فرد جديد يعطيه النفس عنوان موضوع الدليل المحكوم وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات الأمارات لا توسع ليس لها لسان الحكومة وهذا غير صحيح طبعا قلنا أن واحدة من أهم الإشكالات التي ترد يمكن أن ترد أن السيد الشهيد يقول أن الدليل الحاكم لا بد أن يكون فيه ظهور أنه ناظر إلى موضوع الدليل المحكوم ويريد أن يتصرف في موضوع الدليل المحكوم ناظر إليه هنا في الواقع كما هو واضح أنه ليس هناك أن دليل أصالت الطهارة كل شيء لك الطاهر حتى تعلم أنه قذر لا يتكلم عن كل شيء لا يتكلم عن لم يقل أنه مثلا لو كان الدليل هكذا لو قال أن ثوب المصلي مصلي إذا كان مشكوك الطهارة فهو طاهر مثلا لو كان لسان الدليل بهذا الشكل أن الثوب المصلي طاهر لك حتى تعلم أنه قذر واضح إذا هنا أن هذا الدليل يصير ناظر إلى خصوص موضوع ذلك الدليل دليل شرطية الطهارة في الثوب المصلي أما هنا جاء بلسان كل شيء لك طاهر من الواضح أنه ليس فيه ظهور النظارة والنظر إلى موضوع شرطية طهارة الثوب بالنسبة إلى المصلي ولهذا لا يكون حاكما على نظر السيد الشهد ولهذا قال وهذا غير صحيح وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى هذا الموضوع يذكره السيد في بحث ربما في بحث التعارض يبقى أننا بعد أن تكلمنا عن الحكم الظاهري وأحكام الحكم الظاهري هناك قضية تخص الحكم بشكل عام نرجع إلى قضية مهمة تخص الحكم بشكل عام وهو أن نجعل هذا الحكم من قبل المولى كيف يكون هل يجعله المولى على نحو على نحو القضية الحقيقية الخارجية الذهنية هذا إن شاء الله ما سنأخذه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد